اشتركوا في القناة الوطنية ان ما وصل اليه الحرس الملكي من تقدم وتطور في الجاهزية القتالية يؤكد صلابة الاساس الذي وضعه عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى اضافة الى الرؤية المتقدمة لسمو قائد الحرس الملكي حتى وصلت الى هذا المستوى الرفيع من الجاهزية والكفاءة القتالية من جهتها كدسمو الشيخ ناصر بن حمد ان الحرس الوطنية سيبقى الدرع الواقع للمملكة والحصن المنيع الذي يدود عن مكتسبات هذا الوطن كما شاد سموه بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه كافة كوادر الحرس الوطني من جاهزية وكفاءة بفضل الاستراتيجية التي ارساها سموه رئيس الحرس وعزمي رجالاته